صباح الخير يا لمية صباح الخير عليك يا مصطفى وصباح الخير عليك يا منا وصباح الخير على كل المشاهدين في كل مكان صباح الخير يا لمية النهاردة بنقول مين السيدة اللي انت بتتسندي عليها وعايز تقول لها شكرا هو الحقيقة انا عايز اشكر ناس كتير بس ان كنت سأتحدث عن النعم فسأبدأ بأمي وانتهي الله ممت يعني دورها كبير جدا في حياتي عارفة الستات زي ما كنت بتقول من شوية مصطفى أمينة هي عاملة زي أمينة كده بتاعت السيد بتعمل كل حاجة لكل الناس اللي حواليها ومش منتظرة حتى كلمة شكرا حتى او تقدير صباح وبعدنا كمان انا حظي حلو ان انا اشتغلت مع ستات كتير وبنات كتير الحقيقة ان احلى شغل اشتغلته في حياتي مع ستات وبنات عمر ما كان فيه مشاكل يعني حتى مشاكل الشغل بتبقى خلافات بسيطة وبتخلص في ساعتها لكن فكرة ان الستات مع بعض دي مش حلوة فما بتبقاش مش حقيقية وربنا يخلي لي بقى كل الناس عايزة اشكر كل الناس اللي انا اشتغلت معي هم ستات وبنات وعايزة اشكر كل الناس اللي في حياتي الحقيقة مش عارفة اقول اسماء ولا لأ عشان اسماء كتير لست طويلة قوي اشكرهم وطبعا مامتي اللي عمت عشان هي حاجات كتير وقفة جنبي لحد النهاردة شحلنا بقى التفاصيل تيالا تفاصيل؟ هو انا دلوقت بقوم بدور الام الممتي خلاص يعني هي بتعمل كل حاجة صحيح بس انا بقيت المرجع بتاحها المدرسة بتاعتها بقيت بقوم بكل الدور ده بس اكيد مش زي ما هي كانت بتعملي زماني يعني طول الوقت مش حاسة ان انا احسن حاجة لما برضو لست كتير قوي المفروض اقدمه لها بشكركم شكرا جزيا وصبح عليكم